مرحبا بكم أعزائي الطلاب في حلق كوزات الشابتر 19 هناك خمس كوزات وفي التسجيل الأول الأجوبة سوف تكون سريعة وفي التسجيلات القادمة سوف تلقون الأجوبة المفصلة إذن نبدأ بسؤال الأول ممثل هنا إذن النواة في المركز مشحونة موجب والإلكترونات على مدارات متتالية which is based on an analogy to the planetary system وكأنه إذن الشمس في الوسط والكواكب هذه الصورة تعرف تحت اسم planetary system بالطبع والجواب هو B من المحاضرة إذن نطوب أنكم تراجعوا محتوى المحاضرة an electron orbiting a positive charge must lose energy via electromagnetic radiation وعندما يخسر إذن هذا الطاقة الإلكترومغناطيسية سوف يتحتم عليه أنه يتقرب في كل دورة يتقرب إلى المركز إلى غاية ما يصل إلى المركز وهذا بالطبع غير مسموح السؤال الثاني while conducting a photoelectric effect experiment with light of a certain frequency you find that the reverse potential difference of 1.25 volt is required to reduce the current to zero إذن هذه a reverse potential difference هذه هي عبارة عن الجهد لتوقيف الإلكترونات المطلوب the maximum kinetic energy وثانيا the maximum speed of the emitted photoelectrons والجواب هو B السؤال الثالث the Brouill's wavelength of a subatomic particle depends on its kinetic energy E إذن المطلوب الاختيار الصورة التناسب وهي D lambda يتناسب مع معاكس جذر E سؤال الرابع when an electron makes a transition from n equal 1 to n equal 2 in a hydrogen atom which of the following is the correct statement about this transition والجواب هو D known of the precedent answers إذن كل هذه الأجوبة A, B و C كلها خاطئة السؤال الخامس والأخير estimate the coulomb attraction force on the electron in the hydrogen atom and its kinetic energy K إذن مطلوب قوة التجاذب قوة كولومب والطاقة الحركية للإلكترون والثوابت معطاة إذن نصف فتر ثرة 0.529 في 10 أسلب 10 متر وثابت الكهرباء 1 على 4 pi epsilon 0 يسوي 9 في 10 أس 9 وحدة دولية والجواب الصحيح هو D والآن مع الأجوبة المفصلة ترجمة نانسي قنقر